السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة يا رب كل سنة وحضراتكم طيبين النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض بسكوت العيد هنعمله زي ما طلبتوا مني بالزبط بدون زبدة وبدون بيد وبدون لبن معديره سهلة خالص وبسيطة وطعمه فعلا تحفى ان شاء الله هتجربي وهيعجبك جدا جدا يلا بناقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ كده مع بعض ونشوف الفيديو بتاعنا هنعمل ايه اول حاجة طبعا معانا الدي الدي لازم يكون دي مخصص للكعك والبسكوت تمام كده معانا اول حاجة كبايتين دي والدي او ما جبته نخلته وبعد كده هضيف عليه ربع كباية نشا طبعا الكباية اللي بتعايير بها الدي هي اللي هتعايير بها النشا وبقيت المكونات كلها بعد كده معانا معلقة صغيرة بيكين بودر تمام ومعانا كمان ربع معلقة صغيرة ملح بس كده مش هضيف اي حاجة تانية هقلب بقى كل الكلام ده كده مع بعض وكويس جدا تمام النهاردة بقى ان شاء الله هشكل معاكم البسكوت في الكيس الحلواني تمام لو انت بقى عايزة تشكليه في المكناة بتاعت البسكوت عادي خالص هتخلي بدل كبايتين الدقيق نص كيلو دقيق بس كده مش هتزودي اي حاجة تانية في المقدير تمام كده اول حاجة بقى معانا الطبق هضيف عليه نص كباية سكر بودرة ممكن تستبدلها بسكر خشن بس ستاخذ منك وقت في الضرب لغاية ما يضب معيك فالافضل خليها سكر بودرة وكمان ضفت عليها كباية سامنة اي نوع سامنة موجودة عندك في البيت انا طلعتها كده على طبق من علبة السامنة حاطتها في الكباية وحاطتها قدامكم بالشكل ده يعني ولا حاطتها في التلاجة ولا سيحتها ولا اي حاجة خالص كباية السامنة حاطتها كده على طول هنبدأ بنقلبها كويس جدا السكر كده مع السامنة لغاية لما تبقى عاملة زي الكريم كي بالزبط تمام ولونها كمان يفتح كده معنا هفضل اضرب فيها كده بالشكل ده اهو بصي ما شاء الله قوم بتاحها وباقت كريمي خالص معينا طبعا لو عندك مضرب بيض بأحسن كتير هوفر عليك المجهود واي حاجة تمام كده زي الفل لهو هنعمل اي تلوقتي بقى هجيب نص كباية عصير برطقان اي نوع عصير برطقان يعلم وعندكش فراش ممكن تستخدمي اللي هو التنك نص كباية بس ما قطريش اكتر من كده وهبدأ برضو قلبها تاني ما تخافيش مش هيسيب مننا ولا اي حاجة هيرجع تاني تقيل وعامل زي الكريم بالزبط اهو زي ما انت شايفة كده حلوة اوي كده خلاص رجع تاني معانا كريمي خالص اهو تمام لازم تخدمي الحاجة وانت شغلة فيها يعني مش تستهوني بحاجات بسطة خالص حاجات البسطة بتفرق فعلا في الشغل بتاعك تمام خلاص كده زي الفل هنجيب بقى الدقيق ان هو كبايتين الدقيق عليهم ربع كباية نشا عليهم معلقة صغيرة بكنبودر عليهم ربع معلقة صغيرة ملح ودفتهم كده على كباية السمنة وكمان على نص كباية البرتقان على نص كباية السكر وهقلبهم بالشكل ده طبعا انا لقيته سايب شوية معي فكان محتاج ربع كباية دقيق روحت جاي حطوه لان طبعا كل نوع دقيق بيختلف غير النوع التاني وانا جايبة دقيق بتاعي من عند العطار اللي هو بيقى السايب ده فطبعا كل نوع بيختلف فجيبت ربع كباية بس وحطيتها عليها وهقلبها تقلبتين عجنت البسكوت مش بتتعجن خلي بالك من النقطة دي بتلميها بس كده بالمعلقة اهو يدوب ببس دي يختفي بقى كده خلاص زي الفل تمام حلوة قوي بعد كده بقى هروح الجاي حطوها في التلاجة وهسيبها لمدة عشر دقايق ترتاح وبعد عشر دقايق كده ان شاء الله نطلحها ونبدأ بقى نشكلها مع بعض ونشوف هنشكلها ازاي وهنسويها ازاي وكل حاجة نعرفها ما بعضينا بعد بقى العشر دقايق جبت بقى الايه كس الحلواني زي ما انت شايفة كده وحطيت فيه القمع بتاعي اللي هو قمع البسكوية دي بقى بالشكل ده مش شرشل كده بالشكل ده تمام هفتح بقى الجيز كده واخت بقى حتة عجينة بعد ما تاخد الحتة دي تحط البسكوت تاني في التلاجة تمام حطيه في التلاجة تاني وارجعي اشتغلي ولما تخلص الكمية اللي انت حطاها في القرطاص طلعها تاني من التلاجة خليك على كده على طول هنا طبعا الساج اللي انا هشتغل بيه النهاردة الساج ده على فكرة حلوة في التسوية انا ما كنتش عارف كده لسه جايبها جديد وبجد عجبني جدا هنيجي بقى نعمل كده ما انت شايفة كده اهو بالقرطاص طبعا اول مرة في حياتي اعمل بسكوت آآ بالكسر الحلواني انا دايما واخد على المكنة يعني امي ربنا يبرك لنا فيها يا رب عندنا المكنة البسكوت من زمن الزمن فع طول شغالين بالمكنة بس اول مرة بقى اعمل موضوع الامع ده بس بصراحة يعني عجبني جدا بس هو عايز بس ايه ايدي تاخد عليه شوية بس بصراحة مريح جدا جدا يعني احسن كتير كام من المكنة المكنة بتوجه الدراع وتفضل تلف فيها وكده بس سريع طبعا آآ بس بصراحة موضوع الكسر الحلواني ده حلوة او 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 عجبني والله العظيم فبشاء ان شاء الله باذن الله حاول ايه داي تاخد عليك شوية انت بتاخد او حطي اول بس حتة كده وعندما ايه تبدأ تشديها اهو زي ما انت شايف اول حتة كده حطيها للصاجة بتبدأ تشدي بس كده موضوع سهل وبسيط بس احنا اللي منستسعى بالحاجة اهو اكيد بقى انت بسم الله ما شاء الله ايدك احسن مني برضو وهتقدر تزبطيها احسن مني انا بقولك اول مرة اعمله فبصراحة اللي هو بالكس الحلواني انا دايما اعمله في المكنة في المكنة بصراحة بيطلع شكل واحسن كتير عن كده بس كموضوع كس حلواني جديد علييا الصراحة بس انا حبيت برضو اعمل لكم الطريقة دي عشان في ناس كتير او ما عندهاش المكنة فممكن تعمله بالكس الحلواني اهو تمام زي الفل كده خلاص وما شاء الله السمك بتاعها حلو مش تخين ولا اي حاجة اهو زي ما انت شايفة كده تمام بعد ياما خلصنا كده خلاص اي مكان فاضي عندك حاولي كده حط فيه طبعا انا كنت بقى ايه شغلت الفرن بقى على درجة حرارة مية وتمانين ومشغل النار عندي من فوق من تحت اشان الفرن بتاعي كهرباء تمام انتي دهار ما عندكش فوق وتحت هتشغلي من تحت بس ياخد لون وبعد كده هتشغل على الشواية ياخد لون هو كمان تمام كده وما عادش معي حاجة ده يا دوبك دقتين كده وطلعته يعني استوعاته معي زي ما انت شايفة كده بصي ما شاء الله عليه بسم الله ما شاء الله شكله جميل جدا وحلوة قوي وطعمه طحفة 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 وهو الريك الارضية بتاعته كمان بصي بجد حاجة كده الصراحة وامتهت جمال يعني فهنا طحفة وسهل وبسيط ومش مكلف اقتصادي وبص بقى بدل بقى موضوع البيض واللبن والكلام الكتير ده والزبدة لأ ده حاجة خفيفة كده ولزيزة وطعمها حلو قوي جاية حاطة بقى في الطبقة كده بقى انا ما عملتش معاكو كتير قوي يعني عملت الشواية دول كده قلت بس ايه عشان الناس اللي ما بتحبش بالبيض وعندها حساسية موضوع الزبدة غالية عليهم موضوع اللبن برضو في ناس كتير قوي عندها حساسية من اللبن فممكن تستبدله بعصير البرتقان فحاب بتعم معاكو الطريقة ديت وناس كتير قوي طلبته مني فعشان كده انا عملتو فيارب الطريقة بتاعتي تكون عجبتكم زي ما انتم شايفينها كده بجد سهلة ولزيزة وطعمها فعلا تحفى والصمك بتاعها حلو قوي 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 ما تنسونيش باللايك بالله عليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته